اشتركوا في القناة ويتواجد في غرفة الفيديو وائل فرحان ويساعده سامير جمال الزمالك يواجه انب اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية الرضا عبدالعال اسوريو وفيتوريا وكلر جايبين جايين يتعلموا فينا الكرة انت معك ثلاثة لو لعبوا هيحرروا فلسطين في الكرة وهم شيكابالا ومصطفى شلبي وزيزو وتابع شيكابالا وزيزو ومصطفى شلبي لو لعبوا منتخب يكسروا اي حاجة وامامهم صلاح وشدد شيكابالا يقدم اداء مميز مع الزمالك ويستحق التواجد بقائمة المنتخب لكني اتمنى عدم تواجده بسبب صعوبة حصوله على الفرصة لللاعب بشكل اساسي نظرا لاعتماد فيتوريا على مجموعة معينة من اللاعبين خوفا من اعلام المنافس والحديث عن سن شيكابالا واختتم لو شيكابالا انضم للمنتخب لن يلعب لان في لعبات اخرى ستلعب حتى لو وصلوا سن السكين بشير التابع اسوريو مدرب جيد وعمل في اصعب الظروف ولم يهرب او يترق الفريق وتحمل كافة الاوضاع السيئة ومن وجهة نظري يستمر مع الزمالك ولابد من توفير لاعبين واضاف لو اسوريو مدرب سيء كنا سنجد ثورة من اللاعبين واستياء منهم ضده وعبد الواحد السيد نجح في منصب مدير الكرة وشدد الزمالك محتاج فريق كامل في يناير اي 11 لاعب مثل الاهلي لديه فرئتين وتابع كيف يطلب فتوه هذه المبلغ الكبيرة كل لما بقرأ الارقام بشد في شعري ولو لم يرضى بما يعرضه الزمالك فاليرحل هو لن يأتي لنا بالدور ولو هيتقارن مع معلول فالتونسي حقق بطولات كثيرة واختتم لماذا كل هذا الحديث عن فتوه مش هو اللي هيجي بالدور للزمالك هشام نصر أقول للجماهير ثقوا تماما أننا لن نبخل بأي جهد حتى نستطيع عودة النادي لعهده وأضاف أقول للجماهير سترون خطواتنا الموسى بس رجاء أعطونا بعض الوقت لأن المهمة ثقيلة والجميع يعرف تماما أن المهمة ثقيلة وأوضح نوريد بعض الوقت لإثبات جدارة المجلس الحالي بتمثيل نادي الزمالك هشام نصر عن حقيقة عودة بن شرقي للزمالك كل الأطرحات موجودة لكن حاليا لدينا أولويات مثل أزمة القيد ثم التجديد لبعض اللاعبين مثل فتوح ويعقبه ملف الصفقات الجديدة وأوضح يوم الاثنين القادم سيكون أول اجتماع لمجلس الإدارة وتم توزيع الملفات على الأعضاء من قبل الانتخابات ملف الكرة سيكون مهمة أحمد سليمان وحسين السيد وهاني برزي وتابع ملف ألعاب الصلاة سيكون معي ونير الأحمر لألعاب السيدات ملف النشاط الاجتماعي والناشئين سيكون مع أحمد خالد ورامي صوحي وعمر أدهم سيكون مختص بجزء القضايا التي على النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم واختتم قد يتم الاستعانة ببعض الأسماء الخارجية في بعض الملفات مثل شركة الكرة وهناك خيارات لبعض الأسماء في منصب المتحدث الرسمي وسيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة هشام نصر الكابتن هاني العتال شرف النادي أمس وكان موجود وسط الناس ورحت أعدت معاه ومجبناش سيرة الانتخابات خالص وكنا بنتكلم في الموضوعات العامة وإن شاء الله الصور دي تتكرر تاني وأشار أنا متربي على الروح الرياضية والناس الرياضية معتادة على المنافسة الشريفة مع المنافسين بس الفكرة أن الناس ما كانتش بتشوف الكلام ده بقالها فترة وأضاف بقول للجميع نادي الزمالك مفتوح للجميع للزيارة والعمل مع مجلس الإدارة من أجل إخراج النادي من هذه الكابوة التي يمر بها واختتم نحن في مرحلة العودة إلى الطبيعة ناس نادي الزمالك طول عمره معتادة على المنافسة بشرف ونزاهة إسلام صادق الأهل مازال يقنع فتوح بالتوقيع له ووصلت منحة التعاقد إلى 40 مليون جنيه وأضاف فتوح وفق على تخفيض منحة التعاقد من الزمالك إلى 20 مليون جنيه بدلا من 30 مليون في حال تجديد تعاقده وشدد منين مجلس الأهل هيزور الزمالك هتكون في مفاوضات مع فتوح هتقول لي إيه المشكلة ده احتراف ده أمر طبيعي لكن خلينا بنتكلم بوضوح الأهل كان مركز مع لعيب الزمالك بسبب خلاف الإدارتين وتعاقد مع كهرباء وإمام عشور وأشار إذا حدث وتواجد مجلس الأهل في الزمالك ما قبل يناير أعتقد أنه لن يتم التعاقد مع فتوح واختتم فتوح أعطى وعد الشيكبالة بتجديد تعاقده وهناك مهشرات منه بتخفيض المنحة من 30 مليون ل20 مليون إسلام صادق مصطفى فتحي نزل صورة له وهو بتشيرت الزمالك أمس فصرها البعض بعودته للفريق وتابع من مصادر مقربة من مصطفى فتحي هو يرغب بالعودة للزمالك لأنه زمالكاوي جدا وعاوز يختم حياته فيه وشدد مصطفى مرتاح في بيرمتز وقبل التجديد له رفض مفاوضات الأهل والانتقال له بداية هذا الموسم وكان بيقدر المسؤول السابق بالأهل الذي تواصل معه وبيعتبره مثل الأعلى إلا أنه اعتذر بطريقة مهذبة أنه ينضم للأهل وأشار السبب الحقيقي لعدم عودته للزمالك الفترة الماضية هو خلافه مع مسؤول سابق عن الفريق واختتم مصطفى فتحي بيبدي مرونة كبيرة في عودته للزمالك وممكن يتنازل عن أموال كتيرة محمد عمارة لاعب الأهل السابق الأفضل فتح أن يستمر في الزمالك ولو هياخد في الزمالك عشرة والأهل خمستاشر لا يكمل مع فريق وزيز وفضل الزمالك على العروض الكبيرة وتابع فتح ليس أفضل باكليفت في مصر هناك محمد حمدي وحسين السيد هو نجم في الزمالك هيروح الأهل هيجد صعوبة ونجوم كثر وهيقاتل للتواجد في التشكيل الأساسي ويبتعد عن المنتخب إنما بقاؤه بالزمالك هيشارك وينضم للمنتخب وشدد حاليا ما بقاش فيه لاعب بيحب النادي لا بيبحث عن الفلوس نحن في عصر الاحتراف اللاعبين بيرحلوا بسبب الأموال ومكان أفضل واختاة تمشي كبالة حالة استثنائية الأفضل لفتح بقاؤه بالزمالك والأهل محتاج باكليفت يبحث في قطاع الناشئين سيجد بديل علي معلول أحمد شبير تقابلت اليوم بالصدفة مع عمر السيسي في إحدى المناسبات وتحدثنا عن أذمته مع الجهاز الفني بالزمالك وأضاف اللاعب قال لي ما عملتش حاجة وأنا ملتزم طول الفترة الماضية وعائد لتدريبات الفريق بعد مباراة إمبي وأوضح عمر السيسي قال أنا ملتزم بتعليمات الجهاز الفني أريد حجز مكان في تشكيلة الزمالك والمنتخب مهيب عبد الهادي الزمالك يتفاوض مع أحمد أمين أوفا لاعب إمبي لدعم الفريق خلال يناير أحمد شبير الزمالك لديه جلسة مجلس إدارة الهامة يوم الأحد لمناقشة العديد من الملفات الهامة المتعلقة بالنادي خلال الفترة القادمة وأشار هناك ملف هام وهو ملف القضايا التي على النادي في الفيفا ويتولى هذا الأمر عمر أدهم عضو مجلس الإدارة وأوضح بوضوح شديد مجلس الإدارة في الزمالك وعد اللاعبين بتزديد المستحقات المالية لللاعبين والجهاز الفني الذي له راتب شهرين ومستحقات اللاعبين التي تبلغ 80 مليون جنيه وشدد الزمالك وضع ملف تزديد المستحقات المالية المتأخرة لللاعبين والجهاز الفني كأولوية مقدمة على أي أمر آخر داخل النادي رجب عبدالآدر نائب رئيس المصري برسعيد هناك علاقات جيدة بين الزمالك والمصري وتم التواصل بين كامل أبو علي وحسين لبيب وتم إنهاء الأمر وديا وباتفاق يرد الطرفين وقام الزمالك بالتنازل عن الشكوى وتسلم المصري كرنيهات اللاعبين للمشاركة في المباريات وأضف كل طرف حصل على حقه في هذه الأزمة ولا أريد الحديث كثيرا عن الأمور المالية لكن أحمد عيد وأحمد أيمن منصور قاموا برد الأموال التي حصل عليها الزمالك حصلوا عليها من الزمالك وأكد الزمالك لم يطلب ضم أي صفقة من المصري في يناير سواء محمود حمادة أو أي لاعب آخر لكن في وجود علاقات قوية بين الناديين من الوارد حدود التعاون مستقبلا وأشار إلى أن المصري برسعيدي قام بمموادرة رسمية بتهنئة المجلس الجديد بعد انتخابه رسميا وهناك رغبة قوية في المحافظة على العلاقات الودية بين الناديين وليد دابس رئيس نادي مودرن فيوتشر ردا على سؤال هل الزمالك طلب جنش أجاب ليس لدي معلومة بهذا الأمر ومتمسك بجنش ولن يرحل هو ليس مجرد حارس مرمى لكنه قائد خارج وداخل الملعب وبيساعد الجهاز الفني هو مثل محمد صلاح في ليفربول وعمود رئيسي في فيوتشر بس كده هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن ندي الزمالك أتمنى الفكركم خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرابيب لي قناة ومتشاكلين جدا على دعمكم لو عندكم أي منحوظة سيبوهنا في التعليقات سلام